العمليات من هذا النوع شهدت شكلا من أشكال ارتفاع نوعا ما في الأيام الماضية في مناطق مختلفة من إسرائيل تحديدا بئر السبع نتذكر أثناء الصواريخ الإيرانية وهي تقصف مناطق مختلفة في إسرائيل كان الحديث عن عملية وعدد من القتلى أي أثر يترك ذلك في الداخل الإسرائيلي؟ يترك أثرا كبيرا خصوصا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم لم تتعرض إلى هزات باستثناء طبعا ما حدث نهار ويوم السابع من أكتوبر وما تلاه من أيام بعد ذلك كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أو كان الاعتقاد عند كثير من الإسرائيليين أن هذه الجبهة محصنة باستثناء بعض العمليات التي وقعت في مناطق مختلفة في قلب إسرائيل خصوصا على ضوء قناعة كثير من الإسرائيليين أن القبة الحريرية قادرة على حماية الإسرائيليين من الصواريخ وكذلك منظومات الدفاع الجوي بمعنى أن عرد الإسرائيليين الذين قتلوا داخل إسرائيل بعد انتهاء عمليات غلاف غزة في الأسبوع الأول من الحرب قليل جدا مقارنة بعرد الجنود الذين قتلوا على الجبهات بالتالي هذا الأمر عمليات داخل الخط الأخضر خصوصا في قلب المدن الإسرائيلية يرسي حالة من الرعب حالة من الظعر عند الإسرائيليين وهذا الأمر تحديدا هو ما حرث في العام 2015 عندما اشتدت عمليات الطعن وإطلاق النار تحديدا في مدينة القدس حينها نقل عن ضابط إسرائيلي رفيع هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه قولها إن حالة الرعب التي كانت تسري بين الإسرائيليين في تلك الفترة نتيجة لعمليات الطعن نتيجة لعمليات إطلاق النار كانت أصعب على الإسرائيليين من الشعور الذي كان لديهم في معارك النكبة عام 1948 هذا الأمر في حينه شغل الإسرائيليين بشكل كبير جدا كذلك يذكر الكثير حالة الرعب في إسرائيل خلال سنوات الانتفاضة الثانية نتيجة للعمليات داخل الحافلات وفي المراكز الكبيرة في إسرائيل هذا الأمر تسبب بحالة رعب واسعة وبالتالي تخشى إسرائيل من انتقال الحرب إلى جبهتها الداخلية خصوصا بعد عملية يفاء الأسبوع الماضي قبل أيام وخصوصا أيضا بعد الإعلان عن إحباط عدة عمليات داخل الخط الأخضر في مدينة تل أبيب على وجهها التحديد كان ينوي فلسطينيون تجديدها أو القيام بها وتخشى إسرائيل من أن حركة حماس وكذلك مختلف الفصائل الفلسطينية قد تعود إلى العمليات الاستشهادية التي كانت وصلت ذروتها في سنوات الانتفاضة الثانية هذا سيناريو مرعب بالنسبة لجميع الإسرائيليين يخشون منه ولو أن حتى الآن إسرائيل تحاول أن ترسل رسائل طمأنة إلى الإسرائيليين أن الأوضاع هذه المرة تختلف عن الأوضاع السابقة لكن كل عملية من هذه النوع عملية طعن عملية إطلاق نار تثير خوفا كثيرا عند الإسرائيل